فعلا يعني تقدر توكده هنا القاهرة عاصمة القرار عاصمة القرار الشرق أوسطي مش بس العربي وده مش كلامنا بالمناسبة أولا تعالي نقعد نفكر مع بعض بصوت عالي على مسألة يعني ايه عاصمة القرار عاصمة القرار يعني عاصمة الدولة اللي قادرة طول الوقت على وضع وجهات نظر وتفعيل وجهة النظر دي وإقناع كل المحيطين بهذه الوجهة أو بهذه النظرة أو بهذا الشكل أو القرار والموضوع إلى آخره علشان ده يحصل المسألة ما بتحصلش ما بين يوم وليلة مسألة أنه يبقى هناك مثلا بالتأكيد أنه واشنطن عاصمة قرار دولي يعني ما نقدرش ننكر وبالتأكيد هي أكثر تأثيرا من أغلب العواصم الموجودة في العالم بالتأكيد أنه لندن عاصمة قرار بالتأكيد أنه باريس عاصمة قرار بالتأكيد أنه برلين عاصمة قرار وبالتأكيد أنه موسكو استعادت قدرتها على كونها عاصمة قرار ده مما لا شك فيه مصر أيضا هي عاصمة قرار وخلي بالك دي لها تفاعلات كتير جدا بتبقى جزء منها تفاعلات التاريخ وهنا ما ينفعش تغفل أبدا أبدا التاريخ في قدرة الدولة على صناعة قرار مش بس قرارها الذاتي كدولة على حدودها ولكن قرارها المتعلق بإقلمها أو بمنطقتها بشكل عام لأنه جزء من اللي بنتكلم فيه ده مسألة إرثك التاريخي بيوصلك لحد فيه مش المعابد ومش الهرم ومش القصة دي هي مسألة قدراتك على مدار التاريخ اللي بيمتد لألاف السنين على أنك أنت تخلق وضع وتخليه وضع مستقر لنفسك وللآخر وده كان جزء من تاريخ مصر ولا زال بالمناسبة وأنا ممكن أسرد لك في أحداث تاريخية مش متعلقة بالتاريخ القديم بل بالتاريخ الحديث يعني أبدأ لك من 1805 أنا مستعد أقول لك أكتر من 20 قرار متعلق بأنه تم اتخاذه بوجهة نظر مصرية الحقيقة تم تفعيله بل وإقراره واستقراره في المنطقة بالكامل أو لهمك دلوقتي لو عايز أكررهم لك ورا بعض إذا حبيت وده على الأقل دي نقطة طب النقطة التانية مسألة وضعك الجغرافي وده اللي بتتسمى الوضع الجيوسياسي الوضع الجيوسياسي ده بيكسب الدولة قوة حقيقية جزء من معايير قوتك الشاملة كمان وضعك الجيوسياسي انت وضعك الجغرافي ادى لك مرونة سياسية وادى لك إمكانيات سياسية أوسع أو أكثر تأثيرا من دول تانية أو آخرين في الإقليم وفي جوار الإقليم وفي خارجه ده على سبيل المثال الحاجة التالتة هي إنه نزهتك خد بالك بقى هنا نزهتك السياسية وصوابيتك السياسية بتدي لك مرونة أعلى بكتير من دول تانية في العالم ممكن ما تبقاش بتتحلى بهذه النزاهة لأنه دايما عندها مصلحة مخفية يعرف اللي احنا بنسميها كده بالبلد يقولك حاجة تحت الترابيزة ما بتتقلش مصر طول الوقت كلامها فوق الترابيزة ولو رجيت ركزت كمان بالذات في الفترة من 2014 حتى هذه اللحظة مصر طول الوقت داعمة اللي احنا بنقول علي إيه الدولة الوطنية الجيوش الوطنية مصر لا تدعم ميليشيات مصر لا تدعم حركات انفصلية مصر لا تدعم كل الكلام خالص مصر واضحة جدا واضحة جدا كمان تفصليا وهي تتحدث عن استقرار الشعوب وامنها ووحدة اراضيها مصر دائما تتحدث عن استحقاقات دستورية او استحقاقات متعلقة باتفاقيات قائمة على التوافق